أينما نظرت ترى جبالا خلابة ومناظر غنية بالثلوج يقع هذا المشهد بعيدا عن جبال الألب في أوروبا أو جبال روكي الأمريكية فهذه هي جبال الهملايا وهنا كشمير على بعد أميال من خط المراقبة الذي يفصل بين الهند وباكستان يقع منتج جولمارك للتزلج في الشطر الهندي من الإقليم وبعد الأحداث التي شهدها الإقليم في تسعينيات القرن الماضي انتعشت السياحة في كشمير وكذلك في منتجع جولمارك يتمتع المنتجع بشعبية لا سيما بين السياح الهنود الذين يحاولون الهرب من حرارة الجو والمجيء إلى هنا للاستمتاع بالتزلج منذ عام 2009 تضاعف عدد السياح في كشمير ليصل إلى ما يقارب مليون وثلاثمائة ألف سائح في العام 2013 أتينا هنا لقضاء شهر العسل ونحن بقونا لأسبوع كامل تعد الزراعة المصدر الرئيسي للاقتصاد في كشمير إلا أن السياحة تلعب دوراً مهماً أيضاً إذ توفر فرص عمل لسكان المنطقة يعد منتجع جولمارك مقصداً سياحياً سواء في فصل الشتاء أو الصيف والعديد من الناس القاتلين حول المنتجع يعملون في المجال السياحي تتزايد شعبية منتجع جولمارك مقصد للتزلج في شهور فصل الشتاء وكما ترون فإن أغلب السياح هنا من دول أخرى ومع ذلك لا تزال السياحة تواجه عدداً من التحديات فدول عديدة تصدر تحذيرات أمنية من الصفر إلى المنطقة في الوقت ذاته أدت حدثة أعدام شاب كشميري دون محاكمة إلى عودة التوتر إلى المنطقة ومن ثم فرد حظر التجول مجدداً مع انتهاء فصل الشتاء يستعد العديد لاستقبال موسم سياحي جديد كما أعلن رزارة السياحة عن أملها أن تعود السياحة بشكل أفضل خاصة بعد انتهاء أحداث التوتر الأخيرة وعودة الهدوء إلى المنطقة